بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كورس فاونديشنز انجينييرينج 2. ان شاء الله هنستكمل شابتر 5 اللي هو الرافت فاونديشنز. بارتس دي اللي هنتكلم فيه اللي هو او طرق التصميم. احنا اخذنا في بارت 1 ايه هو او هي تعريف الرافت فاونديشنز وامتى بنلجأ اليها في التصميم. وهي يتعتبر اخر انواع الشالو او الاساسات الضحلة. وفي بارت 2 اتكلمنا على انواع الرافت فاونديشن واحنا قلنا مش هناخد غير واحد بس اللي هو طيب. فعشان نصمم الرافت فاونديشن في طرق عديدة. في الكونفينشنز ودي دي احنا درسناها في الفاونديشنز انجينييرينج 1. احنا كنا بنجيب الستريس ودي ادقها طبعا. ايه طريقة الكونفينشنل مين ميسوز. اما اللي هنتق اللي هنشتغل بها في الكورس بتاعنا الى الابروكسيميت فليكسابول مين مومنت. دي اللي احنا هنشتغل فيها في الفاونديشن مين تو. وفيه بارضة طريقة من طرق التصميم مش منقرارة علينا. وفيه الرافت ميسوز. دي على حسب ما يبقى فيها الايه الرافت او البيمز بتاعة الرافت. وفيه طبعا بقى اللي هو دلوقتي يشغلين بيه كل الناس بره. اللي هي الفاينيت ديفرنز او الفاينيت المنت او اللي هي البرامج زي مسلا برنامج مين الساب او برنامج السيف اي او اي برنامج بتاع فينايت المنت بيبتدي يطلع عليه قيم دقيقة جدا لتصميم الرافت بتاعنا. لكن الكورس بتاعنا دوت خاص بايه? خاص بتصميم الرافت فاونديشن باستخدام مين? الابروكسيميت ميسوز. ودي اللي هنتعرض فيها من اول الجزء القادم ان شاء الله. شكرا.